اجتماعات متواصلة يعقدها قادة الكتل السياسية لحسم ملف رئاسات اللجان النيابية الانقسام والتنافس داخل المكونات قد يؤخر التوصل الى تفاهمات حول توزيع اللجان على الكيانات النيابية وفق الاوزان الانتخابية اللجنة المالية الاقرب لانتخاب رئيس لها استعدادا لمناقشة قانون الموازنة حال ارساله من مجلس الوزراء وفق نواب انا اعتقد هذا الملف فيه خلاف كبير ما بين القوى السياسية اللجان لا زالت واقعة في براثن المحاصصة السياسية الشديدة وليس فيها نوع من المرونة كما حصل في الحكومة وانما مشدد اللجان عليها وبالتالي هذا التجديد اصاب ملف اللجان وحسمها الشلل حتى اصبحت هيئة الرئاسة عاجزة ان تكون لها القدرة في حل هذه الاشكالات ما بين القوى السياسية قد يكون هناك تصويت على بعض اللجان التي حسمت التوافق السياسي عليها ومن ضمنها اللجنة المالية وبرغم رغبة الكتل الناشئة المعارضة بتولي رئاسة بعض اللجان النيابية لتمكينها من اداء دورها الرقابي والتشريعي الا ان ازدياد حدة التنافس بين اكبر القوى النيابية وتشض النواب المستقلين قد يعيق منحهم رئاسة عدد من اللجان مع بداية الفصل التشريعي الجديد امام مجلس النواب مهمة اساسية هي اكمال اللجان التخصصية الـ 25 لجنة واضافة الى ذلك رئاسة هذه اللجان لم تكن محسومة لحد الان واذا وصلت موازنة 2023 من الحكومة والمتوقع الاسبوع القادم ستبدأ اللجنة المالية بدراستها وتهيئتها للمصادقة والاقرار وبعيدا عن الانقسام السياسي حول ملف اللجان النيابية ما يزال مجلس النواب يدرج على رأس جدول اعمال جلسته المقررة يوم السبت المقبل ترديد اليمين الدستورية لعدد من النواب الجدد وتوزيع اخرين على اللجان النيابية احمد عرام العراقية الاخبارية بغداد